قال حيدر لابادي إن معركة الموصل كانت معركة نظيفة سعينا من خلالها إلى إنقاذ الإنسان قبل تحرير الأرض وأن قواتنا حرصت على سلامة الدور السكنية للمواطنين والبنى التحتية والمنشئات الحكومية والشكاوى قليلة جداً كما إنني لم أتسلم أي شكوى أو تجاوز من الحجد الشعبي هناك وليد الحل القياد في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه لعبادي العراق أصبح أموذجاً لالتزاماته الإنسانية في معركته ضد الإرهاب وأن قواتنا الأمنية في حربها ضد داعش تقيدت بمعايير حقوق الإنسان بالكامل أما المنظمات الحقوقية الدولية فكان لها رأي وتوثيق آخر فهيومن رايتس ووتش قالت إن القوات العراقية لجأت كثيراً إلى تعذيب وإعدام الأسرى أثناء المعارك في ظل إفلات كامل من العقابة وأحياناً مع نشر صور ومقاطع فيديو للانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنذ عام 2014 نفذت أيضاً قوات حكومة كردستان والحجد الشعبي نفذت تدميراً موسعاً للممتلكات المدنية في مناطق سنية تم استردادها من داعش منظمة العفو الدولية قالت إن القوات الحكومية والميليشيات الشيعية شبه العسكرية وتنظيم الدولة ارتكبوا جرائم حرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاع الداخلي المسلح حيث قامت الميليشيات الشيعية بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وتعذيب للمدنيين الفارين من النزاع وظل الآلاف محتجزين دون محاكمة بتهمة الإرهاب وأعدم أشخاص بعد محاكمات جائرة وبقيت الإعدامات مستمرة بواتيرات عالية مجلة دير شبيقل الألمانية واسعة الانتشار وصفت الذين خاطوا حرب الموصل من القوات الحكومية وفرق الموت الطائفية بالوحوش وليسوا الأبطال صحيفة الانديبندنت البريطانية قالت إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الموصل تخطى اعتبة الأربعين ألف أما صحيفة الجارديان البريطانية اعتبرت تحرير الموصل كان نوعا من عمليات العربدة والهوس في القتل وسفك الدماء ليس إلا أما دمار البنى التحتية في الموصل فقد تحدث مجلس محافظة نينوى عن تدمير ثمانين بالمئة منها وما زال الدفاع المدني في نينوى يتحدث عن صعوبة كبيرة في انتشال الجثث المطمورة تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر